السلام عليكم اليوم عدنا 10 اتقالات أنيقة لبرنامج Final Cut Pro X هذه الانتقالات تشتغل على إصدار 10.3 فاعلة خلينا نشوف المعاينة وبعدها نرجع اشتركوا في القناة بعد ما شفنا المعاينة رح نشرح كيف ممكن نثبتهم داخل البرنامج اول شي عندك هذا المجلد انت ممكن تسميه بأي اسم ممكن تفتح ايضا المجلد هذا اسماء الانتقالات ايضا ممكن تسميها اي اسم انت تريده فعندني هذا المجلد كلك يمين عليه بعدين تختار Copy اذا كنت مثبت برنامج Apple Motion رح تروح على مجلد Movies الى اليسار اذا ما كان موجود عندك رح تروح على Finder Preferences Sidebar وتعلم صارح على Movies بعد تروح على Movies وعندك مجلد اسمه Motion Templates بعد ما تفتح المجلد تروح على Transitions فتفتحها كلك يمين تختار Paste طبعا نستخدمها سابقا لو ما كنتم ثبت Apple Motion وكان عندك فقط Final Cut رح تروح على Applications بعدين على Final Cut كلك يمين Show Package Contents بعدين Contents بعدين Plugins بعدها Media Providers بعدين Motion Fix Contents بعدين Resources وابدين Templates بعدين تروح على Transitions كلك يمين وتعمل لسق احنا بعد ما لسقنا وكملنا رح نشغل برنامج Final Cut فبعد ما اشتغل رح نروح نضيف الصور لأول فيديوهات اللي عندنا اياهم ونروح على قائمة الانتقالات فهي اللي على اليمين هذه أول واحدة تنقرأ عليها مرة واحدة يطلع لك الانتقالات بالنهاية عندنا انتقالات أنيقة طبعا المميز بال Final Cut انه تقدر تشوف المعاينة مباشرة فلو جينا على أول واحد حركناها يمين مثلا أو يسار سيكون عندنا انتقال في هذا الشكل أنا بس رح اختار أول واحدة اللي عندنا بها النصوص فأيدي عدل عليها فأسحب أول واحدة وخليها ما بين الاثنين بعدين رقم ثلاثة أسحبه هنا رقم أربعة أسحبه هنا وعدنا آخر واحدة مثلا رقم تسعة أسحبه هذا الشكل أنا لو جيت وشغلت سيكون عندنا انتقال في هذا الشكل هذه أول واحدة بعنا نضغر شوية تجينا ثاني واحدة وهكذا كيف ممكن نعادل عليها؟ أول شي هذا الانتقال هنا موجود انت ممكن تكبر و الضغر بالTIME وضعينا على حسب ما تريد فانا اختار هنا الانتقال رقم واحد من اختار وتلقى اي نفتح لي فوق ELEGANT 1 فأول شي عندي الالتجاه فعنا ممكن نغير الالتجاه حاليا هو بالتجاه اليمين فممكن نقرأ واختار LIFT سيكون بالعكس بالنفس الوقت لقدر اعدل على النصوص فعندي هنا TEXT ONE فانا ممكن احذف كل هذا وكتبه مثلا قناة حسن المزوري بعدها ممكن اغير نوع الخاص من فونت فممكن انقر هنا واختار اي نوع خاص ثاني انا اريده بعدها ممكن احرك يمين يسار اعلى واسفل على حسب ما اريد انزل شوية للاسفل عندي سكيلل عندي OFFSET السكيلل اللي هو الحجم فانا ممكن اتحكم بالحجم والOFFSET اللي هو يمين يسار عندك اعلى واسفل وعندك ايضا اللون ممكن اتحكم فيه فعندك TEXT ONE عندنا اللون الابيض وانا ممكن اختار هذا اللون وانا اطلع من عنده النصوص الثاني اللي هو امكتب عليه Final Cut Pro X لو نزلت شوي الاسفل موجود هنا وانا اكتب دروس Final Cut كمثال بعدها راح اغير اللون فانا ممكن اختار اللون من هنا بعدها ممكن اغير ايضا النوع الخاص من فوند واختار نوع الخاص انزل الاسفل لدور على Scale بالنسبة لي تغيير مدة الانتقالات ممكن اي انتقال من هذه الانتقالات تجي يمو تسحبو يمين او يسار على حسب ما تريد فرح يزاد عندك بهالشكل فاول واحدة صار شوية بطيء اكثر بعض ما قللنا المدة ممكن ايضا double click عليه راح يتعلك بهذا الشكل فممكن ايضا تسحب يمين ويسار على حسب اللي انت تريده فرح يكون عندي هذه الصورة وان شاء الله تسفاد ومنعدها شكرا للمشاهدة موسيقى